اشتركوا في القناة صباح اليوم 15.04 رح ينتقل من برج الدلو لبرج الحوت طبعا هو رح ينتقل الساعة 3.05 دقائق صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر مكوته في برج الحوت قرابة الاربعين يوم تقريبا يعني لغاية يوم 24.05 طبعا رح يظل 24.05 ساعات المساء يعني ساعة 11.16 دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا كوكب المريخ معروف انه هو كوكب صعب شوي عنيف هو المسؤول بتأثيراته عن الطاقة عن النشاط عن الجراءة عن القدرة الجنسية طبعا صفاته الإيجابية الشجاعة والإقدام حب المنافسة الجراءة الاندفاع الطاقة للعمل الناحية والقدرة الجنسية سلبياته الجدال والقسوة والتسرع طبعا عشان نميز دائما أي كوكب يعني اللي متعودين بحضروا حلقاتي بيعرفوا انه احنا دائما منوخذ الزوايا الفلكية اللي رح يشكلها طيلة مقوثه في البرج من اساسا نعرف انه هذا الكوكب في انتقاله رح يكون سعيد رح يكون منتحس خطر الزوايا التنبيهات اللي ممكن نستفيدها ان كانت ايجابية او سلبية بالنسبة للزوايا اللي رح يشكلها اثناء وجوده في برج الحوت اول زاوية رح تكون زاوية التسديس ايجابية بين المريخ وبين اورانوس وهاي رح تكون زاوية يوم 4-5 طبعا هي تأثيراتها من يوم 2-5 ليوم 7-5 هاي زاوية بتكسبنا شجاعة باتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس ايجابية بين المريخ وبين الشمس وهاي رح يكون يوم 7-5 ورح تستمر تأثيراتها طبعا من يوم 21-4 ليوم 23-5 يعني مدة طويلة بالنسبة لهاي زاوية يعني تصل قرابة الشهر تقريبا وهي متشكلة هاي الزاوية بتعزز قدراتنا على مستوى القيادة وبنتشجع بالاقدام على خطوة جديدة وجريئة في حياتنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين المريخ وبين نبتن اي رح تكون يوم 18-5 طبعا تأثيراتها بتستمر من يوم 12-5 ليوم 19-5 بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز بهاي الفترة لمدتها تقريبا اسبوع وبتزداد حالة التسمم اللي لها علاقة بالغذاء او بالسوائل اه ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكتشف لاحقا انهم اه بيكذبوا علينا او بيخدعونا او بيغشونا اه طبعا في هاي الفترة بدهم يحذروا الاشخاص اللي بيتناولوا الادوية اه لانه ممكن يتناولوا ادوية بطريق الخطأ اما زيادة او نقصان طبعا هاي زاوية بتدل على اضطرابات سياسية اه في بلد ما بسبب ازدياد او اه او اه نفوذ الجيش او ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات او غرق بعض السفن او الناقلات البترول او حرائق او اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة ولكن هي تقريبا الها علاقة بكل شيء سائل يعني لانه برج مائي فعشان هيك بيأثر على الامور اللي الها علاقة بسواء النفط والغاز السائل والامور المياه او الطفان فيضانات شغلات مثل هيك بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين المريخ وبين بلوتو وهاي رح تكون يوم 22.05 رح تستمر تأثيراتها طبعا من يوم 20.05 لغاية يوم 25.05 خمسة ايام مدتها بتجعلنا شوي هيك يصير فيعنا نوع من انواع الخجل ولكن طبعا احيانا هي بيكون في الخجل هذا موجود ولكن اذا منرد على اشخاص بثيرونة فمنرد بعنف شديد اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين المريخ وبين عطارد وهي رح تكون يوم 24.05 طبعا رح تستمر تأثيراتها من يوم 22.05 ليوم 25.05 وعند حدوث هذا الاتصال دائما بسود شعور عام بالوئام فبيسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبيعزز العلاقات مع الأحبة وأنا منلاقي انه اغلب الزوايا اللي رح تتشكل هي زوايا ايجابية معناته اغلب الوقت رح يكون سعيد بطبعه أثناء موجوده في برج الحوت وهذا شيء ايجابي فنأخذ احنا من السلبيات المريخ ايش رح يأثر ونركز على الايجابيات أكثر لأنه الاستفادة رح تكون في الايجابيات أكثر من السلبيات ولكن لا بد انه رح يشكل المريخ زوايا مع القمر فبيضغط على نقاط سلبية معينة أو بعززها النقاط السلبية لوجود المريخ في الحوت فلازم نذكرها يعني خلال الفترة ما بين 15-4-24-5 هاي تقريبا تعتبر توقعات مدة طويلة بالنسبة لجميع الابراج ولكن بالما نذكر هاي التأثيرات عادة المريخ لما بنتقل من برج لآخر وهذا الحكي كنا ننبه فيه في حلقات التوقعات اليومية انه المريخ دائما لما بيجي بنتقل من اي برج لأي برج بيحمل معاه غالبا شحنات من اعمال العنف والمواجهات والاحداث الصعبة هاي المرة بما انه رح يدخل على برج مائي فاحتمال وقوة حوادث الهصلة بالماء والسوائل غير التفجيرات والامور هاي فهاي بتزيد عليها كغرق بواخر او عبارات او تسرب نفط او من احد الناقلات يعني امور الها برضو علاقة بالسوائل غير الامور المناخية بشعروا موليد برج الحوت بالفترة اللي ذكرناها ما بين 15-24-5 بالطاقة والحيوية والجراءة والرغبة الجنسية وبيستفيد معهم الابراج المائية اكثر شيء اللي هم والترابية السرطان العقرب الثور العذرة الجدي وكل شخص تواجد عنده في ساعة ميلاده وكوكب المريخ في برج الحوت طبعا لازم هسا نذكر تأثيرات كل الابراج ايش اللي بدهم يستفيدوا يحذروا منه ايش اللي بدهم يستفيدوا منه عشان على الحالتين يعني تكونوا متأيقظين بالفترة القادمة وتعرفوا تستغلوا الفرص وتنتبهوا من التحذيرات اللي بدهم نذكرها برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بما انه هو في بيت متاعبكم رح يتواجد فبدهم يحذروا موليد برج الحمل من اشخاص بتتآمر عليهم من وراء الكواليس برضو بدهم يحذروا انه في خلال فترة هاي الاربعين يوم انه ما يدخلوا اماكن مجهولة بالنسبة لهم يعني عادة يخلوهم في اماكن معروفة بيكون افضل بيميلوا بفترة الاربعين يوم هدول الاندفاع بسرعة متخطيين كل العقبات عندكم طاقة كبيرة وجراءة كبيرة على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة ومع شركات او مع حتى امور الها علاقة بالقانون برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا تعاملهم رح يكون مع اصدقائهم رح يتركز خلال فترة هاي بس بدهم يمتنعوا عن مواجهة عن مواجهة او فرض السيطرة على اصدقائهم بالفترة القادمة رغم انه ايجابية المرحلة القادمة انه بيزيد تأثيرك على اصدقائك بشكل كبير فبتكسب حلفاء جدد وبتتعرف على اصدقاء جدد هدولا الاصدقاء ممكن انك تمارس معاهم او واياهم مغامرة شوية تكون جريئة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء حابدهم يتجنبوا الدخول في اي مواجهة مع المسؤولين في مجال عملهم وبرضه ما يتغيبوا ويخلط تلقوا مشاكل لها علاقة بالعمل مع اشخاص يذونوا فود او مع مسؤولين ممكن هاي الفترة انك تحقق بعض الاهداف المهمة اللي بتسعالها ولكن بدك تستغل ذكائك بدون مخالفة قوانين برج السرطان اللي عنده سفر من موليد برج السرطان بده يتفقد كل امتعته اول اشي وبدو ينتبه اثناء قيادته على الشوارع المفتوحة من الانفعال اتجنبوا بالفترة هاي القضايا القضائية قدر الامكان مش مناسبة لرفع قضايا قضائية بالفترة هاي او ان كنت وصلوا شيء للقضاء اما بالنسبة لايجابية الموقف بتميلوا لتتبع اندفاعاتكم وممكن تتخذوا قرارات مفاجئة وتقوموا بخطوة مهمة جدا في خلال الفترة القادمة وممكن تقرر السفر دون سابق انذار او سابق استعداد برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد بدهم يحذروا من اي شراكة مالية في خلال هذا الشهر يعني او الاربعين يوم بدك تتأكد من كل المعطيات تتراجع وقودك تستشير اهل الاقتصاص ما في داعي انك تتخذ قرار لحالك ارتجالي ولكن لانه برضو التحذير اللي بدي حذرك منه لانه انت رح تميل لقبول التحديات من اجل اثبات قدراتك وهذا الشيء اللي احنا بنخاف منه انه هذا الشيء رح يحفز عندك الجراءة لانك تدخل في الامور وبعدين اذا كان الوضع سلبي ممكن ينعكس عليك سلبا اكثر من الشيء الطبيعي العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هي بتركز على الشراكة العاطفية والشراكة المالية وعلاقاتكم بشركائكم بتعزز هاي النقاط بقوة بتعمل نوع من انواع الانسجام ولكن في لحظات ممكن تفقد السيطرة على اعصابك ويطلع منك كلام شوي يكون جارح افكارك ومشاريعك بتلقى استحسان من طرف زوجتك او من طرف الزوج او الزوجة او شركائكم بالعمل ولكن زي ما حكينا بدون ما تتفرد برأيك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هو بركز على العمل لا سيما بالعلاقات او في علاقاتك مع الزملاء حاول قدر الامكان تضبط اعصابك بدون مشاكل مع زملاءك وبتكتم تنعوا عن رفع حاجيات ثقيلة عن الارض لانو اسفل الظهر بكون حساس عند موليد برج الميزان ممكن تقوم بمبادرات مهمة بتستفيد منها والفترة هاي بتتمتع انت بحيوية كبيرة جدا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بدهم يضبطوا اعصابهم اثناء التعامل مع احبائهم هاي اهم نقطة اللي هي العصبية التحكم فرض السيطرة هاي الامور في الفترة هاي بتكون ديروا بالكم منها رغم انه عندكو طاقة كبيرة للحب بالفترة القادمة وبزيد حبك للحياة وعزمك وحبك للترفيه والمغامرات ولكن زي ما حكينا بدون فرض السلطة على الاحباء او احد الابناء مثلا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا التركيز رح يكون كله على البيت على العائلة فعشان هيك بتكون تتجنبوا مواجهة مع افراد العائلة او احد افراد العائلة وبتكون تحذروا من النيران والادوات الحادة برضو قدر الامكان ابعد عن المشاكل العائلية بزيد تأثيرك وسلطتك بشكل ممتاز جدا مع وسطك العائلة هو ايجابيته انه بيعزز النقاط ولكن ممكن هذا الطاقة العالية اللي عندك تعطيك اندفاع شوي فتفرض سلطة على احراد افراد العائلة فيصير مشاكل من خلالها برج الجديد بتكون تديروا بالكم اثناء السفر داخل المدن وبتكون تتجنبوا المواجهة ما بينكم وبين اخ او جار طبعا الاجواء ايجابية على مستوى الامتحانات ولكن ممكن الطلاب الابتدائي او الثانوي عن تقديمهم الامتحانات من كثر ثقتهم بنفسهم او في امتحاناتهم يتسرعوا بالاجابة فبدك تضبط تسرعك وبرضو في النفس اللحظة بدك تتروع في خلال الفترة القادمة بزيد تأثيرك وسلطتك على محيطك وهي فترة مناسبة للنجاح في الدراسة وفي المباريات فعشان هيك حاول انك تضبط اندفاعك برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بيستفيدوا ماليا خلال فترة الاربعين يوم القادمات ولكن ممكن تتصعد عندهم النفقات هم يصرفوا ببذخ بثير من الطاقة للصرف وهي فترة رغم انه رح يتحسن فيها الوضع المالي بشكل ملفت للانتباه لاغلبية موليد برج الدلو الا انه حبك للصرف هو اللي رح يسيطر عليك اكثر برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بدهم يضبطوا اعصابهم اثناء التعامل مع الغير لانه عندهم استعداد عالي جدا للتصرفات او لتصرفات متسرعة رغم انه الفترة هاي ايجابية وبيزيد ثقتك بنفسك وبعطيك شجاعة عالية وحيوية وهذا الشيء ممكن يساعدك على تحقيق اهدافك الشخصية الا انه التسرع هو نقطة الضعف اللي موجودة عندك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لانتقال المريخ لبرج الحوت بتمنى انه الاربعين يوم هدولا يمضن بكل الخير بدون اي شيء من السلبيات اللي احنا ذكرناها ويكون الخير يعم على الجميع ان شاء الله تعالى وفي النهاية مقول هاي توقعات والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة